قيادة الدراجة بسرعة عالية تطلب مجموعة من المهارات اللي بتساعدك تكون أكثر ثقة وأكثر أمانة على دراجتك نبدأ بالتوقف السريع أثناء التباطؤ وزن الدراجة بنتقل إلى العجل الأمامي والبريك الخلفي لوحده صعب يوقف الدراجة في أقصر مسافة مع هيك البريك الخلفي استخدامه مهم جدا التقنية الصحيحة أنك تستخدم بريك خلفي ثم بريك أمامي مع فارق بسيط بالتوقيت اضغط الكلوتش مع البريك الخلفي لما تثبت نفسك على الدراجة اضغط بريك أمامي قد ما بتحتاج لما تدعس بريك خلفي تستقيم الدراجة ومع التباطؤ بنتقل الوزن على العجل الأمامي وأنت كسائق بتوزع وزنك على ستيرنج بشكل متساوي ما فيه إيد بتضغط أكثر من الثانية المهم أن الوزن زاد على العجل الأمامي ولما تستخدم البريك الأمامي بقوة بتحصل على أقصر مسافة توقف بغض النظر عن صنف مركبتك باسكليت سكوتر دراجة رياضية أو كروزر بغض النظر عن وجود مانع انغلاق ABS أو عدمه تكنيك استخدام البريك الخلفي ثم الأمامي بفارق زمني وسيط بتحصل أقصر مسافة توقف أما بخصوص دخول الكربات على سرعات عالية مهارة اسمها تريل بريكينج بتبدأها بنفس طريقة التوقف المفاجئ بريك خلفي ثم أمامي بالإضافة إلى كاونتور ستيرنج الكاونتور ستيرنج تكنيك تستخدمه حتى تجبر الدراجة تميل للزاوية المطلوبة تجهيزا للالتفاف بتنفضوا من خلال دفش الستيرنج عكس اتجاه الدوران بحيث تميل الدراجة للحد اللي بسمح لك تفوت الكربة بسرعة المطلوبة قبل الدوران بريك خلفي بسيط ثم بريك أمامي بسيط مع كاونتور ستيرنج حافظ على ضغط البريك الأمامي لحد ما توصل لقطر الالتفاف اللي بدك إياه افتح الدعسة هيك بتسند الدراجة وبتخرج من الالتفاف عند الدوران على سرعات عالية ممكن تعتمد طريقة الجسم الثابت بحيث أنه ما تميل جسمك عن الدراجة وتتعامل أنه جسمك والدراجة قطعة واحدة ما هيك من الأفضل للثبات والحماية والأمان الميلان باتجاه الكربة وما في ولا سبب بيخليك تميل عكس الدراجة هاي من أخطر الممارسات الموجودة على الإطلاق ممكن تعملها فقط إذا بدك تعمل دريفت تحتاج الدراجة تنزل لك على الشارع وبتحتاج كاونتور ستيرنج عالي أما القيادة الطبيعية على الزفته ممنوعة تميل عكس الدراجة الميلان بالطريقة الصحيحة هو من خلال ترمي جسمك إلى الأمام باتجاه الكربة بحيث تقلل من ميلان الدراجة في هاي الحالة حتى لو فقدت السيطرة تقدر بسهولة تنفصل عن الدراجة والدراجة تحميك ابدأ بالتدريب على هاي المهارات بالتدريج ودائما حاول تستكشف شو ممكن يصير معك في نطاق آمن جرب تدريجيا التوقف السريع والتريل بريكينج وجرب كمان تدعس بريك على المي أو على الحصمة أو تعمل دريفت لما تأكد من عدم وجود خطر حواليك حتى تسقل مهارتك وتعلم جسمك يتخذ قرارات سريعة بدون تفكير لما تنسق المهارتك بتزيد من ثقتك وأمانك وبالتالي متعتك في القيادة الدراجات الخفيفة الشعور فيها مضعف وأأمن لتعلم المهارات شعورك بالسرعة عالي ووزنك إليه تؤثير وممكن تستمتع أكثر ضمن السرعات القانونية بتمنى لك قيادة آمنة ممتعة خالية من الخطورة كنت معك صاحب طعامة وإذا عجبك المحتوى تابعني